بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة نواصل معكم الدروس في علم البيان وننتقل إلى الوحدة العاشرة الكناية نبدأها بدرس اليوم وهو مفهوم الكناية وأقسامها باعتبار المكنى عنه الكناية لغة أن تتكلم بشيء وتريد غيره واصطلاحا هي استعمال اللف الذي يراد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة صارفة عنه ومن ذلك قولنا فلان رحب الصدر إذا كان حليما لا يغضب سريعا وقولنا فلانة نأم الضحى إذا كانت مترفة مخدومة وإنما قلنا هنا مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة صارفة عنه لأن ذلك هو الفرق بين الاستعارة وبين الكناية ففي الاستعارة لا يجوز للمتكلم أن يقصد المعنى الأصلي ولا يجوز حتى للسامع أن يتخيل المعنى الأصلي لماذا؟ نظرا لوجود قرينة تصرف الاثنين عن هذا التصور أو عن هذا القصد وقد وضحنا ذلك في درس الاستعارة الآن نوضح ما معنى عدم وجود قرينة صارفة وما معنى جواز تخيل أو قصد المعنى الأصلي عندما نقول فلان رحب الصدر بالتأكيد أننا نقصد أنه حليم لكن لا يمنعنا أيضا التعبير من أن نقصد أنه واسع الصدر جسديا لماذا؟ لأنه لا يوجد في التعبير أي تقرينة ولا حتى في المقام أي تقرينة تمنعنا من هذا القصد أو تمنعنا من تخيل هذا المعنى وكذلك عندما نقول فلانة النأم الضحى بالتأكيد نريد أنها مترفة مخدومة لكن لا يوجد شيء يمنعنا من أن نتصور أو أن نقصد أنها تنام إلى الضحى ومن ذلك قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينة ففي هذه الآية كناية عن تمام القدرة وقوة التمكن وتقسيم الكناية يقوم على اعتبارين الاعتبار الأول هو اعتبار المكنى عنه وتنقسم الكناية بموجبه إلى كناية عن صفة وهي التي يطلب بها أو تطلب بها صفة من الصفات كالجود والشجاعة وغيرهما وهي إما قريبة أي بلا وسائط كقولنا فلان طويل النجاد والنجاد هو حمالة السيف فطول حمالة السيف يدلنا مباشرة وينقلنا مباشرة إلى طول الرجل الذي نتحدث عنه بلا وسائط وإما أن تكون بعيدة والبعيدة هي التي تحتاج إلى وسائط كقولنا فلان كثير الرماد نريد من هذه العبارة أن فلانا كريم أن فلانا كريم ولكننا لم نأتي مباشرة ونقول فلان كريم وإنما قلنا فلان كثير الرماد فأين الوسائط التي نتحدث عنها ولماذا سميت هذه الكناية بعيدة لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الأكل المطبوخ وكثرة الأكل المطبوخ تدل على كثرة الآكلين وكثرة الآكلين تدل على كثرة الضيوف وكثرة الضيوف تدل على كرم المضيف تدل على كرم المضيف إذن نلاحظ أننا وصلنا إلى معنى الكرم أو إلى أن فلان كريم عبر جملة من الوسائط التي نقلتنا إلى هذا المعنى ولذلك سميت هذه الكناية كناية بعيدة لأنها تحتاج إلى عدة وسائط ومن القريبة شعرا قول الشاعر أبت الروادف والثدي لقمصها مس البطون وأن تمس ظهورا هنا يصف بروز الأثداء إلى الدرجة التي منعت القميص من مس البطن هذه دلالة مباشرة وليس فيها وسائط بروز الأثداء منع القمصان من مس البطن وكذلك بروز الروادف منع القميص هذا أيضا من مس الظهر ومن البعيدة قول الشاعر وما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل الكناية في الشطر الثاني جبان الكلب فهو يريد أن يقول هنا الشاعر يريد أن يقول أنه كريم يصف نفسه بالكرم ولكن عبر التعبير الكناية ليس تعبيرا مباشرا عبر الكناية فمن أين فهمنا الكرم من جبن ذلك الكلب فلكثرة الناس الوافدين على البيت في أوقات الوجبات أصبح الكلب جبانا لا ينبح على أحد أصبح جبانا لا ينبح على أحد وهذا الجبن أشار إلى كثرة المرتادين لهذا البيت أثناء الوجبات للطعام وبالتالي كثرة المرتادين دلتنا على كثرة الضيوف وكثرة الضيوف دلتنا على أن الرجل هذا كريم وكذلك مهزول الفصيل فيها كناية فيها كناية أيضا لأن الفصيل هو ابن الناقة التي ذبحت للضيوف فعندما أصبح هزيلا ضعيفا لأنه كان يرضع منها كان يرضع من هذه الناقة فعندما ذابحوها أصيب بالهزال والضعف وهذه كناية عن كرم الشاعر النوع الثاني من الكناية في هذا الإطار في إطار المكنى عنه كناية عن موصوف وهي التي تكون الصفة فيها موجودة ويكنى بها عن موصوفها كقول الشاعر الضاربين وهو يمدح قوما بالشجاعة الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغاني هنا الكناية في قوله مجامع الأضغاني وهي كناية عن القلب كناية عن القلب القلب موصوف بأنه مجامع الأضغاني جاءت الصفة وغاب الموصوف وهنا نكني عنه بهذه العبارة وقول البحتري في وصف قتله للذئب فأتبعتها أي الطعنة فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد أي أنه طعن الذئب في المحل الذي يكون فيها اللب والرعب والحقد وهو القلب فهنا حضرت الصفة وغاب الموصوف كنينا عنه أو كنا عنه الشاعر بقوله بحيث يكون اللب والرعب والحقد النوع الثالث هو كناية عن نسبة وهي التي يطلب بها ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه ومن ذلك قول زياد الأعجم في مدح بن الحشرج أمير نيسابور إن السماحة والمرؤة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج هو يريد أن ينسب السماحة والمرؤة والندى إلى من؟ إلى ابن الحشرج وقول أبي نؤاس فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يصير أيضا أبو نؤاس يريد أن ينسب الجود إلى الممدوح نكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله وإن شاء الله نلتقي في الدرس المقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا